تعال نتكلم شوية على foreign policy في النهاية خالص هي دائعة السيط تحبها تكرارها هي دائعة السيط معروفة مقروقة أحيانا كثيرة تكون مؤثرة لحدود بعيدة حلو كده؟ تمام هل هي يعني تقدر عليها صحيفة أو منشأة صفراء؟ هقولك لا ولكن مسيسة طيب ما بينقصين هل أنت متصور هل أنت متصور؟ أن الصحافة والإعلام في أوروبا وفي أمريكا غير مسيسين على الإطلاق يعني صفر تسيس لأ تبقى أنت سازج وطيب ورجل أمير الأمرة وابن حلال ده نوع وفي نوع تاني يبقى أنت أبيض يا ورد وملكش فيها وبالتالي ما تفتيش على سبيل المثال أنت متصور مثلا أن مفيش في الولايات المتحدة الأمريكية قنوات تلفزيون وجرائد ومجلات إلخ 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 هي انحيازها للحزب الديمقراطي فقط لغير قاتل أو مقتول والعكس صحيح وحاجات تانية انحيازها طول الوقت للحزب الجمهوري طول الوقت انحياز صريح قاتل ومقتول برضو ملوش دعوة هو أنا مع الحزب الجمهوري زي ما يطلع وهو أنا مع الديمقراطي زي ما يطلع أما بالضبط كده المنابر الإعلامية والصحفية المنحزة للحزب الديمقراطي على سبيل المثال كانت تغتال أدبيا ومعنويا دونالد ترامب كل لحظة اتفق ولا ما تحب دونالد ترامب ما تحبوش ده مش موضوعي لكن كانوا بيتعمدوا الإساءة لي والتسفيه منه والترياءة عليك في كل لحظة في وقت الانتخابات اللي فاتت وهكذا هو الأمر حتى هذه اللحظة في الانتخابات الجديدة يعني بيستعدوا يعني بيسنوا سنهم تعال نروح بقى لفورين بوليسي فورين بوليسي اللي كانت من كام سنة كده عندها ملف لطيف قوي بالنسبة لنا احنا غير لطيف بس هو يدحك عشان كده بقولك هو لطيف بتتكلم فيه على انهيار الاقتصاد المصري وأن مصر وقعت اقتصادها وقع إلى غير عودة وأنه لا مجال الاقتصاد المصري في ال سبحان الله يا أخي كل اللي قالته فورين بوليسي كان كذب وافتراء وإغراض ودي الاقتصاد المصري الحمد لله والشكر لله العالم بيتكلم عن قدراته على التعافي سواء اذا كان تعافي في أثناء الكورونا والكوفيد لم يحقق تلاتة وستة من عشر أو تعافي من بعد الحرب الاوكرانية أو الحرب اللي لم تنتهي ولكن تعالى نعتبر له بوست حرب اوكرانيا وروسيا وتجد انه سعر العملة أو سعر سلة العملات قدام الجنيه تراجع كثيرا بما يزيد عن التلاتين في المية إلى آخر ده يوردي لك ان فورين بوليسي مش ما بتفهمش لا فورين بوليسي بتفهم بس بتفهم وعرفة هي بتعمل ايه يعني هي تتعمد تقصد تستهدف مصر اي حاجة متعلقة في مصر بعد تلاتين ستة بالنسبة الفورين بوليسي هي جهنم هي السعير وحشة طيب انه يبقى فيه كتاب مقالات في فورين بوليسي ليهم مناصب دولية عادي تحصل يعني لكن لما يبقى فيه مقررة من مقرر الامم المتحدة كل حادثها على انه لا مشكلة على الاطلاق في مسألة تهجير الفلسطينيين ولو بشكل طوعي فإن لم يكن التهجير قصريا فليكن طوعيا ولماذا لا تفتح دول العالم ازرعها الى الفلسطينيين لقبولهم واعطاهم الاقامات بشكل سريع وسهل وميسر واعطاهم الجنسيات بأسرع فتأ بأسرع وقت ممكن انه كل ده معمول علشان نحمي الفلسطينيين بس هادي المقررة هي هي اللي كتبه مقال طويل عريض ضد مصر بتتهم فيه مصر بإيه بقى قال إيه إحنا إحنا مصر مصر اللي مدخل لوحدها بفلوسها وعرقها وشقاها 85% من المساعدات اللي بتخش غزة فتيجي هذه السيدة فاضلة كانت او غير لا يعنيني اللي بتشجع على تهجير الفلسطينيين تقول ان مصر هي اللي وقفة في وش الفلسطينيين ومش بتوصلهم المساعدات ومش وهي بتساعد فيه تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وأنه حريا ولزاما على مصر وحكومتها والنظام إن هو يدخل المساعدات وما ينفعش تقفله المعابر طب يا بنت الحلال أنا هقفل المعبر لو أنا اللي بقفله أنا هقفل المعبر وطلع على الطيارات بتاعت الجيش بتاعي بتعمل إسقاط جوي للمساعدات ما هو يادي يادي بس الكذاب غبي المغرد غبي لازم يقع ثم إنه منين واحدة بتشجع على تهجير الفلسطينيين جاي بتقول أنا بدفع عن فلسطين منين واحدة بتشجع على تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم وتقول أصلا أنا بدفع عن الوضع الإنساني في فلسطين طب إزاي يعني كيف تستقيم الأمور حتى في مبادئ اللغة لن تستقيم الجملة لن تقبلها قواعد النحو والصرف أنا بحب فلسطين قوي بس لازم نهجرهم إحنا خايفين على الفلسطينيين جدا بس لازم نطردهم بر أراضيهم يلا بينا نطرد السكان الأصليين عرب فلسطين كلهم من أرضهم علشان نوطن فيها مجموعة من الأوروبيين جايين يعيشوا فيها لمجرد أن عندهم زعم أن هذا أمر الله زعما دينيا كاذبا طب إزاي بقى حد يقولي مصر هي اللي خدت القرار برفض التهجير القصري ومصر هي اللي خدت القرار برفض التهجير الطوعي ومصر هي اللي قالت مش هنصفي القضية ومصر هي اللي في نفس الوقت بنت عشان هنا تشوف وجهات النظر أو بالأدق لازم تبقى شايف التوجه ماشي إزاي واحد ييجي يقولك زي الست ياها دي طب ما هو مصر بتقبل ضيوف احنا بنقول عندنا ضيوف هي بتقول لاجئين من السودان من اليمن مش عارف من سوريا من اش معنى الفلسطينيين يبقى دا دليل على أنتوا اللي قفلين المعابر لا السودان دولة فيها مشاكل دولة كاملة العضوية بالأم المتحدة غير محتلة سوريا دولة كاملة العضوية بالأم المتحدة غير محتلة فيها مشاكلة يجوز ليبيا شو زي ما يطلع حدث ولا حرج عاجلا آجلا قريبا بعيدا صحابها راجعين لها تاني اخواتنا سودانيين ليبيين سوريين يمنيين بأمر الله سبحانه وتعالى سوف تستقر دولهم وأوطنهم ويعودوا إليها سالمين غانمين وينورونا برضو في أي وقت يعني مش دي قصة طب الوضع في فلسطين هي فلسطين كاملة العضوية بالأم المتحدة طب ما نخلي الست المقررة تعمل لنا دعوة عظيمة كده انه لازم فلسطين تاخد العضوية الكاملة بالأم المتحدة وانه يتم الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على أراضيها بعاصماتها القدس الشرقية عاصمة أبادية لفلسطين العربية وانه الحق الكامل غير المنقوس لكل المواطنين الفلسطينيين اللي للأسف الشديد أصبحوا مشتتين في أرجاء الأرض وربعها انهم يعودوا إلى الوطن الأم مرة تانية وحق العودة في اللحظة اللي يختروها مش بس كده بل وتمكنهم من أملكهم الأصلية عندهم السكوك وعندهم العقود أرض مزرعة عقار فندق مليش فيه السبت المقررة تقول لنا كده وتنفذ ده فلما ده يحصل تقول الله كل الفلسطيني بيعمل له وعيش بس عنده دولته ويرجع لها في أي وقت ويسترجع ملكيته في أي وقت وبأي طريقة إن كانت أو بالقانون الزموا الكيان الصهيوني المحتل الذي يقتل الفلسطينيين رجالا ونساءا وشيوخا وأطفالا الزموهم بأنه في حاجة اسمها حق العودة الزموهم بأنه الناس ترجع بيوتها وتستلم أراضيها وعقاراتها وملكياتها طب ما تلزموا العالم بأنه يعمل هدنة طيب ما تلزموا العالم بأنه يقر حل الدولتين طب ما تلزموا كل المؤسسات الدولية بالاعتراض بفلسطين كدولة مستقلة ولها حدود واضحة وأنه عاصمتها هي الأدس الشرقية وأنه تبقى الحدود على حدود 4 يونيو 1967 وبعدين يبقى تعالي اتهمينا بالاتهام اللي نفسك فيه يعني مش دي القصة كم تعرضنا لاتهامات وكال الجميع لنا من الاتهامات أكثرها وفي الآخر خالص كل اللي ثبت أنه احنا على حق زمان أنتو بتعملوا كذا مع الإسلاميين بعد كده كله طلع يعيط بسبب التنظيمات الإسلامية المسلحة وطلع أنه احنا صح برضو كمجرة العادة أنتو عايزين نحن مصر تصف القضية ينهر إسوخ ينهر إسوخ شيء مؤسف يا سيدة يا كرام لما يبقى فيه مسؤولة في الأمم المتحدة تخالف القانون الدولي تخالف القانون الدولي ده شيء مؤسف شيء مهين وفي نفس الوقت شيء عجيب شيء مستغرب يعني إزاي إزاي يسمح أو يقبل أن مسؤولة في الأمم المتحدة تطالب بتصفية قضية وتهجير شعب وترضه برأ أرضه إزاي إزاي هي إسا محتفظة بهذا المنصب وهذا اللقب إزاي ده دي مخالفة للقانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني مخالفة لكافة الأعراف والتعهدات الدولية مخالفة لاتفاق جينيف في اتفاقيته وفي تعديل الرابع إزاي هي موجودة في منصبها ليه مش بس كده لكن بمنتهى البجاحة والإفتراء تكتب هذا المقال الطويل العريض في الفورين بوليسي وفورين بوليسي أنا مش هستغرب يعني مش هقولوا ليه فورين بوليسي تسمح لها بكده فورين بوليسي طول الوقت بتسمح بدا وبالآن كد منه يعني ليه هي مش حبانا مش حب اللي احنا بنعمله فورين بوليسي مش عاجبها ان احنا وقفين في وجه هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم فورين بوليسي مش عاجبها ان احنا وقفين ضد تصبيت القضية فورين بوليسي مش عاجبها ان احنا ضد سواء زي كده التهجير القصري أو حتى التهجير الطوعي فورين بوليسي تدعم الكيان طبعا قلبا وقلبا قلبا وقلبا أنا مش قادر أفهم يا نهر أبيض يعني إيه أنت بتطالب بأن أنا أهجر شعب برأ أرضه وأقول أن هذا لحمايتهم إنسانية طب السؤال هو أنت تضمن أن هم لو خرجوا هيرجعوا تاني؟ طب وإيه الضمانة؟ إيه هي الضمانة اللي قدمتها سواء إذا كان الكيان الصهيوني أو حتى أي دولة في العالم؟ طب السؤال هي حصل قبل كده؟ يعني هل ده أول محاولة لتهجير الفلسطين طب أنتوا بتهجروا فيهم بتطلوهم برأ أراضيهم بالعنف وبالقتل وبالذبح من أيام العصابات الصهيونية يعني اللي كانوا بتعملوا عصابة أراجون ولا بتعملوا عصابة شتيرن ولا بتعملوا عصابة أنسل ولا عصابة هاجنا أربع عصابات صهيونية كانت تعيث في الأرض فسادا قبل 48 عملتوا لهم حاجة؟ لا ده قاء طيب قادة هذه العصابات أصبحوا بعد كده أهم وأعظم جنرالات هذا الجيش المحتل الغاشم الغاصب المجرم ومنهم الأصبح رؤساء حكومات ووزراء دفاع عملتوا لهم حاجة؟ لا طيب وما ده بعد تهجير 48 عرب فلسطين طب وما ده بعد سياسة الترانسيفير في الستينيات والفلسطينيين اللي موجودين في الخارج أكره أن أقول في الشتات أكره أن أقول في الشتات عملتوا لهم إيه؟ رجعوا تاني؟ مش عارفين يرجعوا رجعتوا ملكياتهم؟ لا يا رجل ده أنتم بتمشوا وتستهدفوهم في كل حد أه دي اللي بتعملوا فورين بوليسي وأه دي اللي بتعملوا السيدة المقررة بالأمم المتحدة الداعية للإنسانية وحق الإنسان يا سلام يا سلام حقيقة أنه هذا النوع من الإغراض هذا النوع من الإدعاء غير جديد على الإطلاق لكن الرد عليه يبقى كده أنه يبقى فيه برامج بترد وبالمنطق حتى وإن كان المنطق جارحا حتى وإن كان المنطق يحمل عنفا ولو في النبرة مش في اللفظ لماذا لا تنشر فورين بوليسي مقالا يحمل العقل العربي؟ يعني افترضنا مثلا أن يوسف عاوز يكتب مقال يرد بيه على هذا المقال المغرض في الفورين بوليسي يا ترى هل ترى فورين بوليسي هتقبل؟ مثلا يعني أنا عايز أرد على ده فورين بوليسي هتقبل ولا مش هتقبل طب بلاش ممكن أكتب مقال بعيد عنده خالص؟ أنا مستعدة أكتب لك مقال على تاريخ مقال ده ممكن أكتب لك بحثة طويل طيب هكتب لك مقال على كم المذابح اللي اقترفتها أو اقتراحها اقترفها جيش اللي احتلاله الصهيوني من يوم 7 أكتوبر لحد دلوقتي وموسقة وبالأرقام بس يسمحوا لي أنشر يعني أنا هكتب لك المذابح وهقول لك الأرقام وهقول لك التوسيق وهجيب لك التوسيق دولي بس فورين أنا أتحدى فورين بوليسي أنها تنشر أتحدى ويا رب يردوا علينا يقول لك آه يوسف اللي صمحت بعت المقال وإحنا بنتعهد بالنشر في حال أن الأرقام موسقة متفقين بلاش يوسف؟ يا سيدي ما فليذهب يوسف إلى حيث هو ما يذهب أي كاتب في مصر أي كاتب مش هقول لك كبار الكتاب العظام اللي بتزخر بيهم جمهورية مصر العربية أنا عايز فورين بوليسي تنشر لي ما قال على كده بس وكده خب بعضي وروح ومش عاوس فلوس أنا حر الله وما أنتم مش عارضت وجهة نظر ما تسمعوا وجهات النظر بتاعت كل الناس ولا هو بالمزاج بصوا يا سادة يا كرام دي فورين بوليسي وللأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد يوجد على شاكلة هذه السيدة كثيرين سواء إذا كان في منظمة أم التحدة أو في مؤسسات أخرى أو منظمات أخرى أو في وزارات خارجية أخرى ومثل إذا كنا نعتبرها كاتبة فإنه هذه النوعية من الكتاب موجودين في كل حد موجودين في كل حد وبالتالي لازم إحنا كمان يبقى صوتنا عالي نبرتنا عالية ولا نسكت على الإطلاق أقول لك اقتراح أنجح وأنجع أنا أدعو كبار الكتاب البصريين أنهم يكتبوا مقالات للرد أو مقالات تتحدث عن واقع الأمر الحقيقي كيفما نراه نحن في مصر وهنبعاته باللغة الإنجليزية على الفورين بوليسي وهنشوف يا ترى هيتنشر ولا لأ وانا وق طب أقول لك على فكرة أوحش من كده شويتين أو أصعب من كده حبتين طيب ويا السلام سلم لو رحنا بعتين للأكاونت بتاع فورين بوليسي على تويتر وعلى فيسبوك أو أكس يعني وفيسبوك أنا كاتب فلان الفلاني خلاص كاتب معروف لدي مقال تم إرساله بالإيميل وأنا بعمل لك دلوقتي منشن عشان تلتفت للمقال بتاعي وعاوزيني النشر تخيل بقى عشرات المقالات لما تتبعت إلا هيحصل